اشتركوا في القناة 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 مثل les 4 compétences de la langue française surtout l'oral Pour bien améliorer les niveaux des élèves on a appliqué le système du niveau P pour les niveaux il élèves et aussi les faire pour leur aider à connaître les choses pratiques dans la langue française et puis leur permettre de perfectionner la langue française on a fait beaucoup d'activités des stages linguistiques chansons, pièces de théâtre concours, fermes de cours et l'emploi de France à Riyadh a participé toujours pour leurs activités qui se préparent pour le DAPE 2 pour les niveaux de l'école et le DAPE 2 pour les niveaux de l'école et 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 les niveaux de l'école les élèves peuvent compliquer leurs études à l'université française en ce moment et on va s'attaquer à l'école et à l'école on nous a permis de décrire pour les niveaux et les niveaux de l'école et les niveaux et les niveaux encore une fois merci beaucoup pour votre présence et aussi votre support pour obtenir ce succès pour l'école honorable et c'est un promis de réaliser toujours l'avancement pour notre section شكرا للمشاهدة 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 شروع ستطعوة المنزع الاطبع للأمامية العزل فقط ستطعوة لاحقاة المنزع الاطبع هناك فقط أود أن أتمنى التنوية في مجرد من أن يتمنح بكثيرها لكي يتمنح بكثيرها وغيرها على تحديث ودعونا وكذلك مرميز بكثيرها على تحديثك على تحديثة جدورة وكما تشكر بكثيرها ولحبها أكثر على تحديث الحكومة تشكر بالمجرد المحاولة لتشكر في مجرد المنطقة هترجم لحضراتكم مرافز اللي أنا قلته أنا برحب فيكم في البداية فرحيت شديد لأول مرة بنستقبل الآباء لمشاركة فرحة الأبناء في حصاد اليوم حصاد اليوم هو عبارة عن مشروع عملة بدأناه منذ أكثر من ثلاث سنوات هو مشروع الدلف يعني الدبلوم الدولي في اللغة الفرنسية بمستوياته المختلفة احنا عندنا في الدبلوم الدولي المعتمد من وزارة التعليم الفرنسي ووزارة الخارجية ست مستويات في المدارس الفرنسية الأصل طبعا يبقى سهل جدا هم يوصلوا لمستوى الرابع أما لاتنا كلغة أجنبية ثانية بناجل صعوبة بالغة لانتصر عدد الساعات المعطاء للغة الفرنسية ومع ذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات بدأنا كفاحنا وبفضل الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وجهود الآباء المخلصين زي حضراتكم ورغبتهم في تطوير أبنائهم وخصوصا مهارات القرن الواحد والعشرين منها التواصل والتبادل الثقافي والتفكير النقضي بدأنا في هذه الدبلومة مع عدد بسيط قرابة الأربعين فرد وكان فقط في المستوى الأول وكانت النتيجة مبهرة لنا جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل جهود المخلصين في المدرسة إن إحنا حصلنا بالكامل على الاسكرات عالية ولم يفشل أحد في هذا الاختبار في السنة الثانية حصل طفرة في تطوير هذه الدبلومة حيث بدأنا فتح الوصول الثالث في الجريد الأولي يعني الوصول الانتدائية حتى الصف الخامس الانتدائي وفتحنا أيضا المستوى الثاني والثالث من المستوى الإعدادي والثانوي وكانت النتيجة بفضل الله تعالى أن جميع المتقدمين نجحوا وبينتدائي مبهرة السنة دي بفضل الله سبحانه وتعالى أنواصل مسيرتنا برغم من تحديات التي يعرفها الجميع ولكن الحمد لله مستمرين وفتحنا الكثير من المستويات أهمها ولأول مرة في تاريخ العروبة وتاريخ المدارس الدولية أجمع في الرياض وخلافه نحن فتحنا المستوى الرابع اللي هو المؤهل للدراسات الجامعية في جميع الجامعات الفرنسية والكندية والتي تطلب الفصول على هذا المستوى فهنيئا لكم هذا النجاح وشكرا جزيل الشكر لإدارة المدرسة مدرس العروبة العريقة وشكر خاص لمنسو تغس لأنه بصراحة هذا الرجل الهمام لا يتوانى أبدا أبدا عن حضور كل الفعاليات التي يقدمها قسم البنين اسم اللغة الفرنسية بنين في هذه المدرسة وشكرا لكم جميعا على حضوركم والله الموفق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والآن مع إحدى فقرات حفلها الصغير والتي يوالديها طمام الصف الثالث والرابع والشرارة الأستاذ يحيى عبد الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واليطرة الأستاذ يستمر من شهادة الدرب والكثير نشاهدة الدرب والأسان من كهالس وعدينان فعد الله عز وجل ورحمة صون تنسى الكهرب و viسير أهل يالزين شغل هي التي تشجعنا دوماً على شكوش وتخطيق كل ما نحلم بها سلكي يا كوفت لطفق مع رمز الحناني ورمز المطاق دو نطفق دو نطفق قفت صلى الله عليه وسلم دي بوفاقة دي سوزق هي التي قولنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ضامها سنبادر مياه إنها القومة رمز الخير سابون دو نطفق سابون دو نطفق إنها رمز الحناني ورمز المطاق دو نحساني أتفاهم أمره بزرزة دو نطفق دو نطفق سابون دو نطفق موسيقى 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 سابون دو نطفق موسيقى 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 اشتركوا في الاستاذ حاني عبدالفالح موسيقى 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 وليست البعض اوضل الوصول مريضي الأطفال وليست اوبتالي وليست الكلام وضع الذي يتقبل تربط الفواهر تبع الديوصول لو سنجل توقف سمسل السلطان وعطف أرى أنهك يوجد المعاربات التي يتحدثون بسببات المعبارات المدكة فهو سicken للبعض لن ترجم الى الشمسات لأن الحالة الأساسية لا يوجد المعاربات السادسية لذلك، إذا لم تصل الى الشمسات الأساسية ستكون لإنبادنا سأقوم بالعبارات المدكة أستطيع أن تضح لو обязتعلقة هذا قادمة؟ نعم... هناك وفكر الأشياء المتجمع في مددن الستقل هذا جديد فإننا أننا متأكد وعلى النتاج اللي احنا حققناها طوال الثلاث سنوات اللي فاتت على مصارين. الصعيد الاول هو التنمية المهنية. حيث اسنى كثيرا على وضوث ثلاثة من مدربين معتمدين لدى الوزارة العليم الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية لاعتماد امتحانات الدين في كدبلومة دولية. ثم اسنى ايضا على نتائج الطلاب التي حصل لها تقديرات عائلية باجمع خلال الثلاث سنوات الماضية. ويتمنى الاستمرار في هذه المسيرة. لانه حضر اكتر من نشاط لنا في قسم البنين. قسم اللغة الفرنسية بانين. وقاسنا كثيرا على هذه الطفرة اللغوية. برغم عدة ساعات المحدودة الموطرة اللغة الفرنسية. واخيرا ذكر وصلنا للمستوى الرابع اللي هو هو مستوى يصل اليه فقط المدارس الفرنسية. ويقول في ختام الجزء الاول من حديثه. لو توصلنا للحفاظ على هذا الترتيب وهذا المستوى فاننا بحق ننافس المدارس الفرنسية. وبالتالي نكون مؤهلين كمدارس معتمدة من موظر التعيم الفرنسي وبقدر الإمكان يحصل الطلاب على منح دراسية في الجماعات الفرنسية. موظر التعيم الفرنسية. موظر التعيم الفرنسية. المثال بالأساق والإلا أنت طرق البعض من المستوى الرغمي في الحقيقي المتابع ما قلت بالأساق والأساق 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 ويؤكد القرى الأخيرة على المستوى الرابع حيث يحظى بأهمية كبيرة جدا جدا في المستوى الجامعي حيث أن هذا الطالب الذي يصل لهذا المستوى هو الانفتاح على الجامعات العالمية وخصوصا الكندية أو التي تدرس باللغة الفرنسية فيقول هنيئا لكم لو توصلتم وحفظتم على هذا المستوى ثم أيضا يتمنى لو أننا نستمر في دعم الأنشطة اللغوية خصوصا في موسم الاحتفالات بالفرانكوفونية والناس اللي مش عارف يعان ايه الفرانكوفونية هي عبارة عن احتفالية سنوية لجميع الدول الناطقة باللغة الفرنسية أو على صداقة مع وزارة التعليم الفرنسي ونحن طبعا تمتال اسوروة بدأنا الاحتفالات بالفرانكوفونية والآن في هناك نما انشطة كثيرة جدا إن شاء الله هم سبقات للاحتفال بهزي الأنشطة واسكوووووظا لي كونتينوية ترجمة نانسي قنقر 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 الثالب نانسي قنقر نانسي قنقر